تدق ساعات الخوف بين صفوف العرقيين مع اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها إذ أن النحو عام من الانسداد السياسي أغلق معه إقرار الموازنة يتجه البلد إذن إلى عام جديد دون موازنة مالية التي يحتاج إعدادها من الحكومة الجديدة في حال استمر تشكيلها أكثر من أربعة أشهر والخشية الأخطر أنه في حال غياب مستمر للموازنة سترجح احتمالية توقف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية ولن يلفع لجوء إلى قانون الإدارة المالية من خلال معادلة صرف ما قيمته واحد إلى اثنين عشر من قيمة آخر موازنة مقرة في البلاد على المدى الطويل وبالرجوع إلى موازنة 2021 التي بلغت تسعين مليار فإن ذات الرقم تحقق من عائدة النفط في العام الحالي ناهيك عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي إلى أكثر من خمسة وثمانين مليار دولار وهو أعلى مستوى حققه البنك منذ عام 2003 ومع احتياطي للذهب تجاوز 130.4 ما يضع العناق في المركز الرابع عربيا لكن وعلى الرغم من إقرار قانون الأمن الغذائي الذي فتح الباب أمام بضع مشاريع في البنى التحتية بتنفيذها إلى أن غياب الموازنة حتى الآن فإن معظم المشاريع والتي تقول جهات اقتصادية مختصة أنها تكمن في مشاريع مثل بناء المدارس إذ يحتاج العرق ما لا يقل عن عشرة ألف مدرسة ويوجد بالأصل قرابة خمسمائة مدرسة كمشاريع متلكئة كذلك مشاريع الكهرباء والطرق والجسور والمستشفيات سيما أن قطاع الكهرباء على سبيل المثال صرف عليه قرابة خمسة وثمانين مليار دولار في السنوات الماضية دون أن يشهد القطاع أي تحسن ملحوف ومع إعلان وزارة المالية في حكومة السودان البدأ بأعداد موازنة 2003 يبقى الانتظار سيد الموقف لكنه انتظار موصوم بمخوف من تكرار أزمات سياسية جديدة على إثر ما يعرف بمصالح جهات حزبية ونفوذ متجذر في عمق مفاصل الدولة إذ أن إقرارها يحتاج لإرادة سياسية تمنع دخول البلاد في أزمة جديدة فوق أزماتها الاقتصادية التي تعتبر الموازنة أهم أركانها بعد أن عصف غيابها بالإعمار والصناعة والزراعة وقطاعات أمس ما يحتاجها العراق اليوم في ظل أزمات التغير المناخي وتدعيات الحرب الروسية الاقتصادية على أوكرانيا وأرقام الفساد والترهل الإداري الذي كان غياب الموازنة أيضا أحد أسباب تغذيتها في البلاد